اشتركوا في القناة المساعر الأممية الرامية إلى البناء على الجهود السعودية والعمالية للتوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار وتخفيف معاناة الشعب اليمني وإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته المتفق عليها وأكد رئيس مجلس القيادة انفتاح المجلس والحكومة للمبادرات والمساعي لتخفيف معاناة شعبنا وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة ودعم الجهود الأممية ودعا رئيس مجلس القيادة المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحثية للتعاطي مع جهود السلام قام عظم مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي بزيارة تفقدية لجزيرة ميون ومديرية باب المندب وخلال الزيارة التي رافقه فيها كل من وزيرات دفاع الفريق الركن محسين الدعري والنقل الدكتور عبد السلام حميد ووزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وعدد من القادة العسكريين والمدنيين تفقد الزبيدي عددا من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها في الجزيرة بدعم إماراتي والتقى اللواء الزبيدي في إطار زياراته قيادة قوات التحالف المرابطة في ميون مثمنا دورها في تأمين الجزيرة والمنطقة ودعم إجراءات تطبيق الحياة فيها أو تطبيع الحياة فيها وفي سياق زياراته الميدانية تفقد اللواء الزبيدي مديرية باب المندب وطلع على احتياجات ومطالب أبنائها لتسيير شؤون حياتهم اليومية ناقشها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع السفير الامريكي لدى بلادنا ستيفن فاقين آخر المستجدات في الشأن اليمني ومسار عملية السلام وبحث اللواء العرادة مع السفير عبر تقنية الاتصال المرئي العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتقوية الشراكات القائمة في كافة المجالات استعرض الجانبان جهود استئناف المفاوضات السياسية وحياء مسار عملية السلام بالإضافة للمساعي الإقليمية والدولية الداعمة لتلك الجهود لتوصل الاتفاق ينهي الأزمة اليمانية ومعالجة أثرها الإنسانية واجدد العرادة التزام مجلس القيادة والحكومة بنهج وخيار السلام كمبدأ وطني ثابت مشددا على ضرورة التزام أي مساعي إقليمية أو دولية بالمرجعيات الأساسية للسلام تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الرابع والسبعين من عدوانها على قطاع غزة قصفها لمناطق مختلفة في القطاع وتركزت عمليات القصف في رفح وخان يونس جنوب وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد خمسة وعشرين فلسطينيا على الأقل بينهم الصحف عادل زعرب كما استشهد وأصيب عدد آخر في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بوصول أشلاء عدد من الشهداء جلهم من الأطفال وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفعت حصيلة الشهداء إلى تسعة عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسين شهيدا والمصابين اثنين وخمسين ألفا ومائتين وستة وثمانين جريحا معظمهم من النساء والأطفال بارك وزير الشباب والرياض نايف البكري تأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى نهاء بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة بعد فوزهم على المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد شهد الوزير البكري في اتصال هاتفي باللاعبين والجهاز الفني بتألق ناشئي اليمن وتميزهم في مشوار البطولة ناقلا تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس بهذا الإنجاز الكبير ونوها الوزير البكري بجهود الجهازين الفني والإداري ودعم الجمهور اليمني والاتحاد العام لكرة القدم مؤتمنيا أن يتوج هذا المجهود بالوصول إلى منصة التتويج للمرة الثانية في تاريخه انتهى الموجز في أمان الله